خلال الشهر ونصف الماضية تم إجراء كثير من الورشات وتشكيل كثير من المجموعات التقنية الخاصة لدراسة الوضع في الداخل السوري هذا النشاط خلال الشهر ونصف أنتج مجموعة من المشاريع الخاصة في هذا الأمر تم اعتمادها حاليا من الصحة العالمية ولكن لم ترى النور إلى الآن ننتظر انعكاس هذه المشاريع على الواقع تم دراسة الواقع الطبي في المناطق المحررة سواء في شمال حلب وشرقها أو في المناطق الغربية ومنطقة إدلب تم إجراء تقييم شامل لكل المشافل ومراكز الرعي الصحية الأولية ومنظومة الإسعاف العاملة في كل المنطقة تم إجراء مسح شامل لكل مراكز العناية المشددة وأجهزة التنفس الاصطناعي الموجودة حقيقة الموجودات أقل بكثير مما يمكن الاعتماد عليه الكيتات لا تكفي فقط الكيتات التي تم تزويد مركز إدلب فيها هي ثلاث فقط تكفي إلى 300 حالة 300 مريض حاليا يتم النشاط على إدخال أو تطوير المخبر في مدينة جارابلوس المخبر الوبائي في مدينة جارابلوس التابع لوحدة تنسيق الدعم ليصبح مؤحلا لإجراء فحص الPCR وصلت الكيتات ولكن الجهاز لم يصل إلى الآن ويتم الآن تم رفع مشروع باسم وزارة الصحف الحكومة السورية المؤقتة عبر مديري صرحة حلب لتزويد منطقة أعزاز بمخبر خاص بالPCR مخبر كامل من بابه إلى محرابه على نفقة وحساب أو بتمويل أو بطالب من وزارة الصحف الحكومة السورية المؤقتة الحقيقة الأمور اللوجستية يعني تأخذ وقت أنت ترى ماذا يجري في حال في المنطقة يعني كل دول عالم بحاجة هذه الأجهزة هناك طلب شديد عليها نأمل خلال أسبوعين ثلاث أربعة أن يتم هذا الأمر إن شاء الله طبعا هذا الأمر يحتاج تدريب كوادر الأمر ليس ببسيط ليس كل طبيب مخبري لديه القدرة على إجراء فحص الPCR مشافي الصحة التركية العاملة في منطقة شمال شرق حلب وعفرين كلها أعدت برامج لهذا الخصوص تم إنشاء مباني ملحقة بالمشافي الموجودة لتكون مراكز العزل تم اعتماد مشفى الراعي ومشفى عزاز الوطني كما شافي المعالجة في حال لا سمح الله تم إصابة أي شخص بهذا المرض لا تمانع الصحة التركية بأخب أي عينة للداخل التركي ودير صحة سيتم قريبا نشاط طوعي من قبل طلاب الطب في كلية الطب في مدينة مارأ بالتعاون مع مجلس محلي أختريين لمحاكاة مشروع في حال عزل حي أو ضيعة انتشر فيها الفيروس في هذا السياق تم بتوجيه مباشر من سيد وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة توزيع عشر سيارات إسعاف كمنظومة عاملة تمتد من مدينة جرابلس لمدينة الباب لمدينة تعزاز تهدف لخدمة الناس في هذه المنطقة واستجابة ستعمل كاستجابة سريعة في حال انتشر فيروس كورونا لا سمح الله في مناطقنا الرهانة الأول هو على عدم وصول الفيروس إلى المه عن طريق ضبط المعبر والحدود ترجمة نانسي قنقر